أمور ولا عتلاك إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يأمر عباده بالتقوى فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة بلغ الرسالة نصح للأمة فكشف الله به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد مما لا يخفى على أي بخلوق في هذا الوقت أننا نمر يعني بعواصف من الابتداءات والمحن والقربات والمشاكل والأزمات والضغوط النفسية وفي مثل هذه الأوقات التي ينسى فيها كثير من الخلق اللجوع إلى الله تبارك وتعالى وليطمئنان به تعالوا لنريح القلوب لنروح عنها تعالوا إلى السكينة إلى الطمأنينة إلى الفرج إلى راحة البال إلى البشرة تعالوا لنتكلم عن اسم من أسمائه الله تبارك وتعالى تعالوا لتطمئن قلوبنا بذكر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو اسمه القريب الله القريب ذكر اسم الله القريب لأول مرة في القرآن في سورة البقرة بين آيات الصيان قال ربنا تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قيل في سبب نزول هذه الآية أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربنا بعيد فنناديه نرفع أصواتنا في ندائه ودعائه أم قريب فنناجيه أم أنه قريب مننا فنسر إليه بالدعاء والكلام فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحينما أردت التحقق من سندي هذا السبب الذي قيل أنه سبب نزول هذه الآية في كتاب الله تبارك وتعالى وجدت أن السبب ضعيف يعني إيه؟ يعني الآية دي ملهاش سبب صحيح معلوم في السنة يحكي عن سبب نزولها أو عن لماذا نزلت طيب لما يكون السبب ضعيف وتجي تفكر في الآية الثانية كده تلاقي معنى أجمل مع ضعف السبب يضيفه ضعف السبب إلى معنى الآية وهو أن الله تبارك وتعالى لم ينتظر من خلقه أن يسأله عنه ربنا ما انتظرش من الناس تروح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قريب فننجيئا بعيد فنناديه لم ينتظر الله تبارك وتعالى بل تفضل هو بنفسه وأخبرنا قبل أن نسأل وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جرت العادة في كتاب الله إذا سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا أن ينزل القرآن ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل ينيبه في الإجابة تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل يسألونك عن الأنفال قل يسألونك عن الخمر والميسر قل يسألونك عن المحيط قل يسألونك عن الأنفال قل ولكن حينما كان الكلام عن قربه من عباده أزال الواسطة تبارك وتعالى بينه وبين كل خلقه فقال فإني قريب لم يقل له قل لهم إني قريب لا فإني قريب قال فإني قريب مباشرة ليعلم كل الخلق أنه لا واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين أحد من خلقه كائنا من كان فباب الله مفتوح يمكن أن تدخل عليه في أي وقت والله يسمعك في كل وقت لا يغفل عنك في أي وقت يجيب دعائك في أي وقت يحقق لك المستحيل إن دعوته متيقنا في قدراته تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى قريب وقربه عام وخاص إيه الفرق من القرب العام والقرب الخاص لما أقول مثلا الله تبارك وتعالى قريب من كل خلقه قربا عاما يعني إيه أي أن الله تبارك وتعالى قريب من كل الخلق بعلمه وخبرته ومشاهدته وإحاطته وقدرته عليم بكل خلقه يشاهد كل خلقه محيط بكل خلقه يرى كل خلقه تبارك وتعالى قال الله ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى حديث في السر ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليهم لا خذ الأكثر من كده الله أقرب لكل مخلوق من نفسه التي بين جنبي قال تعالى في سورة قاف وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَالْوَسْوَسَةَ صوت خفي حديث النفس للنفس حد في الكون يقدر يسمع صوت النفس وهي بتكلم نفسها أو الإنسان بيكلم نفسه لو فيه كلام بيدور في تفكيرك أو في صدرك حد يقدر يعرفه طيب فيه آلة أو تكنولوجيا معينة تقدر تترجم الكلام ده أو تكتشفه لا يمكن مستحيل مستحيل قد تحمل في قلبك جبل من الهموم وتفكر في ألف شيء في وقت واحد ومن بجوارك لا يشعر بك ولا يعلم فيما تفكر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسمعك يا سيد رامي أغلقت الفهز يعني أوضت صوت التلفزيون شوية واسمعنا من الهاتف يا أستاذ رامي لو سمحت أعماش يا عم الشيخ تفضل ربنا يا ربي خليك أوليني يا عم الشيخ والله بنفرع بحضرتك في الحالة حضرتك ربنا يحفظك ويبارك فيك زادتك الله فرحا في الدنيا والآخرة الله يخليك يا دكتور أنا رأي في صالي وعرف ربنا يا دكتور لكن خشيت فريك كده يعني أزمان عليها عايزة تعالج من الإجمان بس ظروفي ما تسمحش بس ظروفهم على أدهم آه دلوقتي يا دكتور أنا عايز حتي يتوسط لي في أي مستشفى على يعني يقف معايا لله يعني يقف معايا لله يعني نتعالج منها يا دكتور إن شاء الله إن شاء الله أعطيهم الرقم في الكنترول وأنا ستواصل معك إن شاء الله أستاذ رامي أم محمد السلام عليكم يا أم محمد أسمعك السلام عليكم يا أم محمد كيف حالك معاك يا أم محمد أسمعك أم محمد 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 أ ممكن ظهورهم في أظهرات أحلام و أظهرات المهروفة للتدعية ظهور الأموات في الأحلام مقاومة طراء لاي ظهور الأموات في الأحلام طيب جالك إزاي أو بيظهروا إزاي في ظهور ممكن يكون أظهر أحلام من انشغال التفكير بيهم و في ساعات بيكون الظهور رؤية من الله تبارك وتعالى وساعات يكون ظهور الأموات في المنام من الشيطان للتفزيع والتخويف فده بيتحدده لما حضرتك تقوليلي الصورة اللي شفت فيها الميت في المنام أو جالك إزاي ومحمد ومحمد الصوت انقطع يا كنا نتكلمه أيها الأحبة عن القرب العام والقرب الخاص فالله تبارك وتعالى قريب من كل خلقه بل هو أقرب للإنسان من نفسه والدليل على ذلك أنه يسمع حديث النفس للنفس صوت لا يمكن لمخلوق ولا لآلة مهما كانت متقدمة أو خارقة أن تسمع صوت الإنسان وهو يكلم نفسه الله حين تكلم نفسك بأي شيء يسمع من فوق سبع سماوات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَحَبْلُ الْوَرِيدِ عِرْقٌ يَرْبِطُ الْقَلْبَ بِالْمُخْ أي أن الله أقرب لكل إنسان من نفسه فلربنا أقرب منه للدرجات يخاف ييأس يجلء إحباط يخاف من أي مفلوء مستحيل لا تخاف لا تخاف لما إنني معكم أسمع وأرى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَتُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وانظر إلى قرب الله تبارك وتعالى من الإنسان ويعاني السكرات ومن حوله لا يشعرون به أبدا الله أقرب إليه من كل أحد قال تعالى فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ الميت يعاني يعاني السكرات يخرج روحه يلفظ أنفاسه الأخيرة من حوله يبكون ويتألمونها ولا يرون شيئا ولا يشعرون بشيء الله أقرب إليه من كل أحد في هذه اللحظة الله معه إن كان مؤمنا والناس يبكون حوله فالله لا يتركه لا يترك الله حبيبه أبدا في أوقات الشدة بل ينزل عليه الملائكة لتقول له أبشروا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدوه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا نعم أسمعوك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون مرزلا من غفور الرحيم فالله لا يترك حبيبه أبدا وهو يعاني السكرات يتلطف له في القول ينزل عليه الملائكة لتبشره برحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه وبينما هو في فرح شديد ومن حوله لا يشعرون به يتألمون لفراقه فحسب فالله أقرب لكل إنسان من نفسه أما القرب الخاص فهو قربه تبارك وتعالى بإجابة الدعاء وبتنزيل الرحمات كما قلنا عند السكرات في عندما يلفظ المؤمنون أرواحهم أنفاسهم الأخيرة يستعدون لمقات ربهم تبارك وتعالى ينزل الله نعم نعم الحج رجب من الأقصر أهلا بك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حج رجب وتحياتنا لك وتحيات الفريق الأداد المقترب وقناة الصحة والجمال وجميع المشاهدين أفضل وتحياتنا لك والأهل الأقصر الناس الطيبين أهل الكرم والجود الله يبارك في أنت عملت وكم من المشاهدات في صعيد مصر في قناة الصحة والجمال ده إش أهل الصعيد أهل كرم دائماً الله يبارك لي فيكم وأنت لك عندنا مكانة خاصة يعني أنت صديق البرنامج شكراً شكراً بارك الله فيك يتشرف بك في أي وقت الله يبارك فيك بالنسبة للسيخ الابن اللقيت اللي هو أemption يتبنى مثلاً اسم الله اللطيف الابن اللقيت اللي هو أي حد يتبنى الابن اللي هو اللقيت يا مولانا اسم نعم 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 الطفل اللقيت ألا حج يتبنى طبعا حقه في المرأس هل حقه يرث أم لا حقه نعم لا يرث يا حج رجب لا يرث لا 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 يرث الله يبالك في كثير شكرا ولكن حج رجب يعني إن كانت عند من قام على تربيته وكفالته ورعايته سعه وأراد أن يترك له شيئا من ماله فلا حرج يعني وجزه الله خيرا ولكن بدون أن يتجاوز في حق الورثة الحقيقيين يعني أم شادي أم شادي السلام عليكم أيها السلام عليكم يا سيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا سيخ أنا كسبت أكثر الدكاترة فكله بيقولي أن هي حالة نفسية عندي ففي الآخر أنا كان معمولي سيحري من فترة ففي سيخ تكهولي يعني فالبرح لأنني تعيدت من كتر الكشفات وكده استخرت الله في أني أشوف لو أنا مريضة أروف لدكتور أو ده حالة نفسية أو ده سيحري معمولي إن ربنا كده يعني يورغولي يعني فشفت في الحلم أني بعد صلاة الفجر مصالة الفجر شفت أني أنا قاعدة في بيت مش بيتي وحثة ديقة كده وإبن الضغير بيعيط عشاني وبعدان أنا روشت لبني وقلت له تعالى يا حبيبنا هنا بعد كده شفت بيت زي معمول بطين كده وفي حتة كده زي فيها عنكبوت العنكبوت ده تنفي مشكلة العنكبوت العنكبوت وفي زي زي حجاب كده أسمر محسوظ في حتة فأنا بعمل بعصة كده عشان أسبد الحاجة دي أتمنى أن أشعرت أسبدها ومشعرت أطلحها فلاقيت العنكبوت طلع على الصبعي فأنا قلت ده أقرب وأرثني فبت عمي قالت ليه لا ده مش أقرب فلاقيت نقطة دم على الصبعي فروشت أغسلتها من على الحنفية بس ما عرفتش أسبد الحاجة الصمرة اللي أنا شاستها اللي هي زي الحجاب ما عرفتش هو كده يعني الحلم كده في السحر ولا ما فيش طيب وأنا رغم أن أنا شهيت تقفلت على الأكل وخشتك خالص طيب يا مشاهد أنا هسألك وخليك معايا واحدة واحدة كده نعم ربنا يفرق كربك إن شاء الله طيب إيه الأعراض اللي حضرتك بتشتيك منها الأعراض اللي أنا بحسها من حوالي طنب شهور من رمضان حسن حاجة بزوري زي مخاطب البلغم في الحنفرة من ناحية المين طرفت الأخطر دكتور كله يديني أدوية وما دخفتش كله يديني أدوية وما دخفتش فقالوا لي يا ست انت عمدك اللي قولي ارتجاح في المريء واللي قولي حساسية في الإحبان الصوتية عملت أشعة مقطعية ما فيش أي حاجة من ديك بحس مرة واحدة إن أنا مش حسة برجلي وحسة إن في رحشة برجلي وفي أحصابي كلها وبحس إن في ضغط على رأبتي من ورا بتوجعني وبحس إن الحاجة دي على طول عايزة نحن كل بقيقة طيب يا أم شادي انت بتقول إن حدي جالك وقالك ده سحر وفاكه ما ارتحتيش بعضيها ارتحت فترة بسيطة ورجع لي تاني الحاجات دي رجعت لي تاني طيب يا أم شادي ركزي في اللي أولهولك وإحنا بنتكلم عن اسم الله القريب الله تبارك تعالى يعني تكلمي مع الله تبارك تعالى وعليك بالدعاء فالله تبارك وتعالى يسمعك من فوق السماوات ويقادر على كل شيء لكن أولا عليك بسورة البقرة قراءة وسماعا يوميا في البيت ده رقم واحد سورة البقرة قراءة وسماعا وكلما تخلصيها أجيبها تاني على قد ما تقدارك على قد ما ربنا يقدارك ده رقم واحد رقم اثنين آية الكرسي يوميا طيب دور كل صلاة وقبل النوم قبل ما تنامي تجمع كفيك وتقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات والفلق ثلاث مرات والناس ثلاث مرات وتمسحي بهم بكفيك ما استطعت من جسدك وتبدأ بالرأس طيب عليك بلا إله إلا أنت سبحانك أنك كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحدى لا شريكة لا أهل أو الملك ولا الحم يوحي وميته على كل شيء قدير لا تجيب شيخ ولا ما تجيبه شيخ ولا لك علاقة بالحاجات دي خالص انت عليك يعني اتصل بالله تبارك وتعالى مباشرة بلا بسط طيب لو ارتحت بعد فترة أو الأعراض دي خفت يبقى ده كان فعلا سحر والحمد لله راح ودومي على الازكار عشان مرجع لكش تاني طيب ما خفتش الأعراض ده وفضرت مستمرة يبقى نراجع طبيب نفسي والطبيب النفس ده مش عيد الطب النفس ده تخصص مهم جدا زي القلب زي الكابت زي المخ زي الأعصاب اتروحي والتابعي ممكن في جلسة جلستين يحل لك المشكلة وتنتهي آمت الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزاك يا شيخ كيف حالك يا آمت الله الله يبارك في عمرك يا رب الله يخليك يا شيخ وإياكم تفضلي أسمعك معي سؤال يعني يا شيخ الله يخليك طيب تفضلي يا شيخ السؤال الأول عز أعرف في النية أنا يعني بخدم إخواني ذلوقتي نعم بخدم إخواني نعم بس بس بخدمهم يعني إخوان يعني غلين علي وذي كده بس لما بخدمهم ما ببداش في نية عندي يا شيخ حاضرة مثلاً يعني في أي أنا عز أعرف يعني في كل حاجة ما بكونش في نية مثلاً حاضرة الواحد ليه أجر كده لا يعني إخوانك دولات الإخواتك الإخوة الأشقاء يعني آم بتخدميهم في البيت يوم ما موجودين معك في البيت متزوجين ولا لسه والله اللي لسه بتجوزش يقول اللي تجوز مرته يعني زعلانة عند ناس فأنا بخدمهم يعني بتسعديهم في عماء في بتضيلهم حاجاتهم يعني أيوة يعني ها بخسلهم بأدخلهم ذي كده طيب انت لكي كده ما شاء الله يعني إن كانت لك نية يعني تبتغينا بذلك واجهة الله تبارك تعالى فبشيري انت لكي كده أجرين طيب يا شيخ لو نية مش حاضرة عزة في كل الأعمال مفيش نية حاضرة مثلاً ليه أجر كده لا بص يا أمت الله انت قبل ما تكتعملي حاجة يعني إن ونية صالح يحط في قلبك كده وبينك وبين رب نعم غير ما تتلفظي وغير ما تتكلمي فالنية ومحلها القلب والله يا رب انا بعمل كده يعني يعني ايه براً بأبي وأمه وحظة لصلة الرحل طيب لو كانت النية مش حاضرة عزية لا تستحضريه دراب نفسك ان انت تستحضر النية كل مرة واخدبالك قبل ما تعمل العمل تستحضر النية وانت كده أبشيري كده يا أمت الله انت لك كده أجرين لك أجر صلة الرحم ولك أجر الصدقة خلاص لأنك تعينينا إخواني إخوانك في حوائجهم فهذه صدق من الصدقات أسأل الله تبارك تعالى تقبل منك ولكن كنت متزوجة لا تقصري في بيتك أيضا أسأل الله تبارك تعالى تقبل منك أستاذة نادية من الجزة أستاذة نادية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جد الله تقاك ومن الخير أعطاك اللهم أمين وإياكم اللهم أمين وإياكم طب حلت الشيخ بيتي حضرتك ليه بس حلم الأختي وسؤال ليه أختي حلمت إن هي الشباك مفتوح وكاكت النطر بتنطر ودعت وقالت يا رب تسرني على اللي جلامتني يعني ده الحلم آآ بالنسبة بقى ليه السؤال يعني في بيتميلاح مرحيم لا أقمو بيوم القيامة ولا أقمو بالنفس لو معايا أعرف تفسير السلامة بين يوم القيامة وبين النفس الأول نعم 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 أجيبوك إن شاء الله وفي حاجة غيابة بس حضرتك تفضلي هو عند الدعاء عند الدعاء يعني في واحدة بتقولك عند الدعاء بترجي لها رعشة كده عايزي أعرف الدليل إيه الرعشة بيه بيجي لها وإيه بيجي لها رعشة بيجي لها رعشة نعم نعم أجيبوك يا أستاذ نادي إن شاء الله أستاذ آمل من السويس أستاذ آمل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وممكن نقول لك على حل أنا بس يعني عايز أتأكد من الإخوة في الكنترول هل في برنامج لتأويل الأحلام على القناة عشان بس ما نعتديش على التخصصات آه آه طيب طيب ممكن تقول لنا ما عادوا؟ الساعة كان طيب بص يا أستاذ آمل إن شاء الله في الاتنين أو الخميس برنامج لتأويل الرؤى تقدر تكلمينهم إن شاء الله وهم يجيبونك إن شاء الله تبارك تعالى طيب ماشي أنا تالله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش يا شيخ الاتصال فصل والله ما كنت معك لا تحت عاملك تفضلي الله يخليك يا شيخ أنا شفت آه أبوي يعني وقت كنت بخدم وأنا وروح حستي عانا توفى وحستي نفسه إن أنا مقصرة معاه نعم بس يا شيخ راح جاني في المنام آآ كنا قال آآ يعني إحنا سبنا الشقة اللي كنا عايشين فيها وقعتنا يا أخواني بس كنت رايح أنا وأخوي يا شيخ لقيتهم فيه أنوار قدام الشقة كده ورشين مية والمكان يعني مخلينه فلو بس فيا شيخ رحت من بعيد أخوي راح لآآ بجيت أبكي من بعيد نعم بجيت أبكي لما شفت أبوي آآ بس راح أخوي راح لبس وتيشرت بس رحت أنا دلقيت زعلانة بجيت أبكي راح قال لي آآآ قال لي والله إنت عشك بس رحت بس على إيد وعلى رأس وتيشت من النوم على قدول عاز أعرف يا شيخ ده حديث نفس ولا رؤية ده يا شيخ طيب بص يا أمت الله بالنسبة لتأويل الرؤية فيه برنامج لتأويل الأحلام هنا الاثنين والخميس إن شاء الله فيه ناس متخصصين يجيبونك إن شاء الله جوابا حسنا شافيا كافيا إن شاء الله ولا نعم الأستاذ عادل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤالي سؤالي بنجبل يعني الفرق بين كرامة الأولياء وكرامة الشهبين نعم كان فيه واحد كان فيه واحد شيخ من الصالحين كان دعاه مستجاة نعم كرامة كرامة من الصالحين ورحمة 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 رجل أعماله توافق الكتابة والسنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الرحمن ولكن إن كان لا يصلي أو يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له عمل مع الشيطين الجان أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على عصاة المسلمين الجميع أم عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا أم عبد الرحمن نعم أهلا بك وبأهل قنة الطيبين أبارك الله فيك يا شيخ وقتر من أنثالك يا الله أنا أحب أهل قنة خاصة يعني الله يبارك لك ودعيني ونزعي لك بساطة لله إذا كنت أصبح ويبارك لك أدعو لك ولكل المسلمين إن شاء الله تفضل يا أم عبد الرحمن اسمعوك أمي ليها رؤية ممكن أحكاها لك يا شيخ طيب يا أم عبد الرحمن يعني الرؤية في برنامج لتأويل الرؤى والأحلام طب تمام طب سؤال نعم طب سؤال خاص مخرج أسألو على الهواءات رقم تلقونك بعد إذنك ما فيش مشكلة خذ الرقم الكنترول وكلميني بعد الحلقة إن شاء الله تحت أمرك يا أم عبد الرحمن مش هنكمل بقى الحلقة ولا طيب ماشي ماشي يا أم أحمد تفضلي اسمعوك لو سمعت أنا بنينا بيت جديد ودخلته بتاع هنا يا بيت ما أنا هنا يا بيت يا دكتور أي سمعت بنيت بيت جديد جديد أه أه أيوة سمعت حضرك قلت أن أنت بنيت بيت جديد نعم وبعدين أه وبعدين من الساعة ما دخلته أنا مش مرتاحة فيه ليه مش مرتاحة ليه يا أم أحمد مش عارفة والله يا دكتور وبعدين أنا بنام بضحة قال الحيطان كلها نمل ودبان ومش عقل يعني من إيه ده طيب سؤال يا أمو أحمد أيوة مش البيت ده مبني على الأرض حلال بمال حلال آه بمال حلال طيب خلاص يبقى دعين وصابتكو بقى عليك بالرقية الشرعية آه دعين وصابتكو العين حق كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم آه دعين وصابتكو قد لما ابني على أرض حلال بمال حلال مفيش معصية لله تورك وتعالى يبقى يعني لعله العين أو الحسد لعله العين أو الحسد طيب خلاص ماشي كنا بنتكلم عن القرب العام والقرب الخاص القرب العام هو قرب الله تبارك وتعالى من كل خلقه بعلمه ومشاهدته ومراقبته وإحاطاته وقدرته تبارك وتعالى على كل خلقه أما القرب الخاص فقربه من أوليائه وعباده الصالحين آه ربنا شايف كل الخلق عالم من أسرار الخلق كلهم بس ربنا مع مين بقى يجيب دعاء من يعني يدبر الأمور على أحسن حال لمن ينصر من يكرم من يقرب من يحب من هذا هو القرب الخاص قربه تبارك وتعالى من عباده الصالحين يروى أن رجلا من أهل الشام كان عنده بغل يكري ينقل عليه الناس من بلدة إلى بلدة عنده بغلة عاملة زي سارة الأجرة كده بينقل الناس عليها من بلد لبلد وفي يوم من الأيام راكب معه رجل وبعدما سارة في الطريق قليلا قال قال له دخل بنا من هذا الطريق الراجل اللي راكب على البغلة قال الراجل صاحب البغلة اللي بسوها خش بنا من السك دي قال والله لا خبرة لي بيه أنا معرفش الطريق ده ما عندش خبرة بيه ما مشيتش فيه قبل كده قال لا عليك ادخل امشي يا عم وانا اقول لك ما تخافش يا عم يقول الرجل بعدما دخلت فيه قليلا وجدت عظام وجماجم لآدميين عظام وجماجم للناس مأتولة وميتة هنا فأصيب الرجل بالرعب وبينما وكذلك نزل الرجل من على البغلة وشمر ثيابه واستل سكينا وقال لصاحب البغلة إني قاتلك أنا قاتلك دلوقته قال شأنك والمال ماذا تفعل بقتلي أنت يا عم عايز الفلوس خذ الفلوس هتتلني ليه قال سأأخذ المال وسأقتلك هأخذ الفلوس وهأتلك فقال إن كنت لابد فاعل فدعني أصلي لله ركعتين وانظر إلى قرب الله تبارك وتعالى وإلهامه لأحبابه في أوقات الشدة فأخذ الرجل يصلي ويحكي ويقول فنسيت القرآن كله من شدة الخوف فأجر الله على لساني ذكرني ربي أن أقول وأجر على لساني أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه إنه الله أما يجيب المضطر إذا دعاه يقول فرفعت رأسي من السجود فوجدت فارسا على فرس وبيده حربة يسرع نحو اللص فضربه بها فقتله في الحال فتعلقت به وقلت له بالله عليك من أنت لقد أنقبني الله بك فقال أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعا أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعا سمع الله دعائك ورأى كربك وتعلقك به فأرسلني لأخلصك أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعا روى البخاري في صحيحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لا تختلط عليه الأصوات لا يشغله سمع عن سمع يسمع كل الأصوات في آن واحد الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لماذا يا عائشة؟ لقد جاءت المجادرة خولة بنت الثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه لقد جاءت المجادرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول يعني جاءت تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم وبيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت ضيق يعني لو أي حد قاعد في أي مكان فيه ممكن يسمع أي حد بيتكلم في أي نحية من نوحية مش واسع يعني ما أسمع وتقوله وتقوله ورغم كده أنا مش سمع ولكن الله سمع من فوق سبع سماوات وأنزل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يا على الإطمئنان اللي في الآية دي بالله عليك يفتح المصعف كده ويقراها ركز فيها رأى عشر خمستاشر عشرين ألف مرة مش أتمل يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير واسم الله السميع جاء مقترنا باسم الله القريب في سورة سبع في قوله تعالى قل إن ضللت فإنما ضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه ربي سميع قريب فهو ليس قريبا فحس بل سميع شديد السمع لا تختلط عليه الأصوات عارف مشاكلك إيه عارف همومك إيه عارف إيه اللي نقصك في حياتك عارف رقم الديون اللي عليك عارف الشغل اللي أنت بتدور عليه عارف المرض اللي أنت تشتكي منه عارف أنك أن أنت عايز تتزوج وعارف أن أنت عايز تتزوجي وعارف وشايف وسامع ومطلع ويعلم أنك تريد الولد أو أنك تريد الولد الخلفة الخارج وسبحان الله رغم ذلك نذهب ونشتكي لكل الناس ونترك هذا الرب العظيم ولا نشتكي إليه سبحان الله أمر محير للعقل مشاكل حياتنا بيد الله تبارك وتعالى أمورنا بيده تتحل بأمر كون ورغم ذلك نسيب الإله العظيم ونروح لشتكي العبد الضعيف نشتكي للعبد الضعيف الذي لا يقدر أن يفعل شيء لماذا لا نكون كما كان يقول حين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله هل أخذه الله رد الله عليه أولاده الثلاثة وأسعد قلبه وأراه ابنه يوسف نبيا ممكنا ملكا في مصر لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنت بقى ولا إنت؟ هتشتكل ربنا إنت بقى هتفضل ثلاثة أربع ساعات كل يوم كده تتكلم مع صاحبك أو أنت تتكلم مع صاحبك تشتكلها وتحكي لها وتعيدي وتزيد في الكلام هيحصل إيه؟ هي هتمل أو من ما مملتش هتقول ليها حاولها ولا قواتها إلا بالله ربنا أكلمك أنا هدعي لك ما تقدرش تعمل لك حاك لماذا لا تتكلمون مع الله؟ ممكن المشكلة أنت ما تكلمتش فاهم مع ربنا من زمان ديات حلها في دعوة واحدة ليه بخلان على نفسك؟ وإنت ليه بخلان على نفسك؟ لا تبخلون على أنفسكم أيها الأحبة أنتم موحدون قريبون من الله الله تبارك وتعالى والله لن يخذ لكم أبدا أعود فيقول من أسماء الله الحسنى التي جاءت مقترنة باسم الله القريف في القرآن واسم السميع كما قلنا في سورة سبا وانظر إلى هذا المشهد بالله عليك وإلى ما فيه من الطمأنينة والسكينة والراحة موسى يأمره الله تبارك وتعالى وأخاه هارون أن يذهب إلى فرعون يدعوانه إلى الله تبارك وتعالى يذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ظالم باطش مجرم قاتل للأطفال يستحيي النساء يقتل الرجال يستضعف بني إسرائيل يا رب قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يا رب هذا رجل طاغي ظالم نخاف أن يفرط علينا ويطغى بالله عليك اسمع اسمع كذا قال لا تخاف لا تخاف لماذا؟ انظر إلى نونة العظمة إنني معكما أسمع وأرى الذي رباك في بيته يا موسى يقدر على حمايتك في الوقت الذي يقتل فيه الأطفال التقطك بتدبير ومكر من الله به ورباك في بيته رغما عنه وأنت هلاكه وأنت سبب زوال ملكه هذا الإله العظيم قادر على حمايتك لا تخاف فإنني معكما أسمع وأرى أيها المريض قل لنفسك إنني معكما أسمع وأرى ردد إنني معكما أسمع وأرى من أسماء الله الحسنى التي جاءت مقتنة باسم الله تبارك وتعالى القريب في القرآن واسمه تبارك وتعالى المجيب جاء في صورة يهود على لسان يهود عليه السلام يعظوا قومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن شب التوكيد إن ربي قريب مجيب أخبركم بقصة في هذا الزمان امرأة ظلمها زوجها وطردها من البيت في جوف الليل آه ديتين بالضبط آه نكمل طب طيب شوف حضرك حبيبي بقى يقول أحد الدعاة إلى الله وكان قاضيا شرعيا في هذا الوقت في هذه البلدة في بلدة هذه المرأة المظلومة المقهورة راح بالليل كل يوم خميس بيكتمع هو مجموعة من أصدقاء ومن العلماء والقضاء في مكان في بيت واحد صحيفهم بيصهروا سهرة علمية كذا كل يوم خميس فراح عادي ما فيش مشكلة تنام مبسوط راح يقعد مع أصحابه سهرة في الذكر الله وفي العلم وفي القضاء يقول هذا الرجل العالم والفاضل بعد نصف ساعة شعرته بضيق شديد في صدري روحها تطلع مش قادر أعود مش مستحمل جبت آخر خلاص أنا مش تعبان ما عنديش حاج وحاول أضغط على نفسي أعود على الكرسي كده أمسك نفسي مش قادر أقوم قلت لصاحب صاحب البيت أنا والله يعني ما أخنق شوى كده هطلع عمش شوين وقاله فضلت مخنوق 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 وبامشي كده مش عارف أنا راح فين لحد ما ارتحت في مكانه وقفت فيه وهو إف المكان ده يقول سمعتم رأة تبكي من وراء تلة من وراء مكانه مرتفئ فبحثته أنا في جو في الليل ست شايلة ورد طفل صغير ومين اللي جابها ورد تلة دي وبتبكي ليه فقالها لها ماش عنوك اتمالك بتشتكي من ايه ايه اللي جابك هنا في الوقت ده بتبكي ليه قالت له الله يا فلان زوجي رجل ظالم طرداني أنا وابني من البيت في جوف الليل يظلمني ظلمني وطرداني من البيت سبحان الله والناس بيقولوا لي روح للقاضي الشرعي وأنا لا أعرف أين القاضي الشرعي وكيف أصل إليه؟ قال له أنا القاضي الشرعي للمدينة هذا العالم تعجب مين اللي دا يا علي سدره؟ مين اللي خلاها مخنوق ومشاه الطريق دا كله بشكل الإراضي؟ لحد ما وصله للست دي الله الذي يعلم حالها من ثوق سبع سماوات الوصايا بالها نختم بها إذا علمت أن الله قريب منك أقرب إليك من نفسك فالحذر الحذر من معصية الله ثانياً إذا علمت أن الله أقرب إليك من نفسك فاطمئن وادع الله تبارك وتعالى إذا علمت أن الله أقرب إليك من نفسك استغل أوقات قرب القريب سبحانه وتعالى من عباده أسأل الله تبارك وتعالى أن يصب عليكم الخير صباً صباً وأن يكفيكم ما أهمكم من أمور الدنيا والآخرة أخذ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته